السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في فيديو جديد الفيديو رقم 10 من سلسلة معاجلات ديناميك الري النهاردة سنتكلم تاني على الاكس لوكاب اتكلمنا عنها قبل كده في الفيديو الخامس النهاردة سنشوف مقارنة بينها وبين الفي لوكاب و سنشوف في 8 مقارنات مين فيهم افضل سنحكم بعد كل مقارنة و نشوف مين فيهم الافضل اول حاجة سنشوف حالة الطابق التام او بسموه ال exact match مين فيهم احسن سنشوف في حالة البحث من اليمين او من الشمال سنشوف البحث الافقي هل ممكن نعمله هنا او ممكن نعمله هنا ولا لا سنشوف كمان لما تكون عايز ارجع صف بالكامل يعني مش معلومة واحدة من التابل بتاع البحث لا عايز ارجع مجموعة من المعلومات في صف كامل مين فيهم ممكن تساعدني بشكل اكتر سنشوف في حالة الطابق التقريبي او بنسموه ال approximate match هنشوف في حالة البطاقة البرية او ال wild card باللغة الانجليزية بوعيها wild card معناها ايه معناها لو انا عايز دور مثلا على كلمة تبدأ بي او تنتهي بي بالذات في حالة البحث على النصوص هنشوف ازاي استخدام البطاقات البرية او ال wild cards اللي هي الاسترك و علامة الاستفهام هنشوف مين فيهم افضل هنشوف كمان في حالة عدم العصور على البحث بتاعي هنشوف ال error اللي بيحصل في الحالة دي هيكون شكله ايه ومتغلب عليه ازاي وفي الحالة دي هيكون شكله ايه ومتغلب عليه ازاي واخر حاجة هنشوف عملية البحث العكسي وفي نهاية الفيديو لما تخلص لو سمحت عايزك سيبلي تعليق وتقول لي كام واحدة من الثمان حاجات دول انت موافق ان الاكسلوكوب احسن او الفيديو كوب احسن وكمان تقول لي كام واحدة من الثمانية انت اصلا كنت عارفها وكام واحدة منهم كانت بالنسبة لك معلومة جديدة على الشمال عندي جدول في بيانات لبعض الموظفين ادي الستاف اي دي بتاعهم وبعد كده يبدأ من لاست نيم لحد الفول نيم عندي مجموعة من الاعمدة فيها بعض البيانات المطلوب مني مرة باستخدام فيلو كوب ومرة باستخدام اكسلو كوب اجيب اللاست نيم بتاع الناس اللي عندها الاي دي اللي موجود في الجدول الصغير ده بتاع نبدأ بالفيلو كوب يلا مع بعض اكول وابدأ اكتب فيل اول اختيار هو فيلو كوب اعمل تاب نمشي ورا السكرين تيب اول حاجة عايز لوكوب فاليو ايه القيمة اللي حابحث عنها اكيد موجودة في كي فور اول قيمة عايز ابحث عنها كما عشان نروح على الطلب اللي بعد كده طالب مني التابل اري فيين التابل؟ التابل هنا تعاني اختاره مع بعض بالراحة خد بالك انا لازم ابدأ من عند الاي دي ليه لانه عشان ادي اري للفيلو كوب لازم يكون الكولوم بتاع البحث موجود على اقصى الشمال يعني لو بدأت من الاول هنا خالص مش هيوافق مش هعرف اعمل بحث عن اللي موجود في الكولوم ده فلازم ابدأ من اول الاي دي وممكن اروح لحد الاخر بس خد بالك هو عايز مني بس اللاست نيم فممكن اختار اول اتنين بس مش محتاج حاجة لللاست نيم فممكن لقريب النسبة دي تبقى الاي دي واللاست نيم بس ما تنساش لما تختارهم تدوس على اف فور ويه بعد كده ممكن اعمل كما عشان اروح على الاختيار اللي بعد كده او الارجمنت اللي بعد كده الكلوم اندكس يعني ايه يعني انا عايز ارجع المعلومة من العمود رقم كام هم عمودين عندي زي ما اتفقنا من بي لسي موجودة هنا في الرفرنس اهم زي ما انت شايف بي و سي انا محتاج العمود التاني اللي هرجع منه القيمة بتاعت اللاست نيم يبقى محتاج اكتب له اتنين وبعد كده هعمل اخر طلب خالص بيقولي او اجزاكت ماتش الحالة بتاعتنا هي الاجزاكت ماتش يبقى محتاج تختارها وتعمل دبل كليك عشان يكتب لك فولس او ممكن بيدك تكتب زيرو لكن لازم تعمل اختيار لان بالنسبة الفيلوكاب الديفولت فاليو هتكون دايما هي الابروكشميت ماتش يعني لو انت ما عملتش اخر اختيار ده معنى كانك بتقوله انا عايز الديفولت والديفولت في الحالة دي ابلوكشميت ماتش ده احنا مش عايزينه يبقى لازم فولس او زيرو وادوس انتر رجع لك القيمة عايز اجيبها لحد الاخر اختار كورنر ده واعمل دبل كليك يبقى انا كده تمام عملناها باستخدام الفيلوكاب سهلة وبسيطة ومعظم الناس عارفها طب استنى كده في حاجة صغارة كده عايز اجربها خلينا نشيل ثاني وثالث معادلة هاختارهم وعمل دليت واعمل دبل كليك عشان اخش الادت بتاع المعادلة دي وبدأ انا مختار كده لواحدها خليني اشدها لحد تحت خد بالك انا شغال على 365 اوفيس 365 يعني معنا كده الري بتاعتي ممكن ان يحصلها سبيل اوتوماتيك تعال انا نجرب هالفيلوكاب هتستجيب ولا لا دوس على انتر تمام يبقى انا على طول بدل ما اكتب المعادلة ثلاث مرات او اشدها لو اكتبتها في اول كولوم واخترت على طول الري بالكامل اللي فيها اللوكوب فاليو هو الواحد وحيفى من انا عايز اعمل سبيل وهينزل معايا التلاتة مع بعض تعال انا نجرب نفس الكلام بالزبط لكن على اكس لوكوب هدوس على اكول وابدأ اكتب اكس ال اول حاجة اكس لوكوب تاب لوكوب فاليو نفس الكلام هاختار التلاتة مع بعض كما اللوكوب خد بالك انا مش عايز الري يجي على بعضها المرة دي هو عايز اللوكوب الري بس انا بدور على ال ايديز اكيد اللوكوب الري هتكون عبارة عن لستة ال ايديز الوقتي مش محتاج ادوس اف فور لان المعادلة هتعمل سبيل اوتوماتيك فانا مش هعمل اي كوبي فمش محتاج ادوس على اف فور كما الريترن الري عايز ارجع ال values من فين بالنسبالي اكيد هي الليستة بتاعة ال last name دلوقتي بقى ممكن اقفل مش محتاج اجيب اللي بعد كده اخد بالك ال exact match هو ال default يعني لو قفلت على كده على طول ودوست انتر حيديني بالزبط اللي انا عايزه شوفنا كده ازاي نعملها مرة بال فيلوكوب ومرة بال اكس لوكوب عايز رأيك مين فيهم اسهل ولو عندك الاختيارين هتشتغل على مين فيهم تاني حاجة عايزيني جربها مع بعض لو انا عايز ارجع ال value الموجودة على شمال ال id خد بالك المرة الفات كان ال id هنا وكنت بدور على last name فكان ال id على الشمال وال last name على يمين معنديش مشكلة المرة دي العكس ال id على يمين وال first name على الشمال تعال نشوف ازاي ممكن نعمل الكلام ده للأسف ال vlucop لا يمكن تعملها لك لازم تاخد copy من الكلام ده وتوديه على اليمين او تاخد copy من الكلام ده تهديه على الشمال وبعدك هتعمل ال vlucop بنفس الطريقة لكن xlucop ما عندكش اي مشكلة خالص تعال نشوف ازاي مع بعض equal xl او الاختيار xlucop ال lookup value هاختار التلاتة مع بعض ال array كلها ال lookup array هنروح على الشمال هي دي الميزة ال lookup array منفصلة عن return array هاختار ال lookup array لوحدها كما عايز مني كمان return array على اليمين او على الشمال ما تفرقش هما اتنين مستقلين عن بعض واقفر القوس ودوس على enter ما عندكش مشاكل خالص first name last name يمين شمال xlucop ما عندهش مشكلة خالص المقارنة التالتة ال horizontal search المرة دي زي ما انت شايف الجدول موجود بشكل افقي ادي اسامي المنتجات و ادي اسعارهم وعايز اعمل vlookup او ارجع سعر منتج من المنتجات للأسف vlookup مش هتساعدك ولكن ممكن تستخدم اختها بالزبط اسمها hlookup equal hl او الاختيار اعايز lookup value هي ال bike اعايز بعد كده table array نفس الحكاية بالزبط هختار ال table المرة دي ال table بالعرض بعد كده اعايز row index 2 لان اخد بالك المناطق يبقى row مش قرم يبقى row index هيكون 2 وبعد كده نفس الكلام اما اعمله false اما اعمله zero ونقفل وندوس enter ادي سعر ال bike 1500 xlookup بتعمل كل حاجة ما عندهاش مشكلة خالص تعال نجرب equals xl tab دي ال lookup value بتاعتنا كما عايز ال lookup array نفس الكلام ال lookup array منفصلة عن return array فهختار lookup array اول وحدها كما return array اهيه مفيش مشكلة وال exact match هو default هاقفل ودوس enter نفس النتيجة باستخدام hlookup وباستخدام xlookup قل لي برضو من فيهم احسن لو سمحت تعال نشوف اللي بعد كده عايزين نرجع دلوقتي صف بالكامل زي ما انت شايف لو روحت على الشمال هتلاقي انا عندي table في ال id بيبدأ بال id وبعد كده عايز نرجع المعلومات اللي في كل الصف بتاعت ال idات اللي موجودة في ال tables الصغيرة مرة باستخدام vlookup ومرة باستخدام xlookup تعال نبدأ على طول اول حاجة equal vl vlookup وبعد كده اعمل tab ده ال lookup value هاختار ال array بالكامل خد بالك بعد كده انا عايز اعمل copy لليمين يبقى انا محتاج اثبت ال reference هعملها ازاي عن طريق F4 كده ثبتنا ال reference مفيش مشاكل بعد كده نعمل عايزين نختار ال table array المرة دي المعلومات جاية من ال table بالكامل يبقى حبدأ من اول ال id لازم يكون هو على الشمال وهامشي لحد اخر ال table كله من فوقه من الجنب وبعد كده برضو F4 عشان لما ايجي اعمل copy المعادلة reference بتاعي يفضل ثابت وبعد كده اعمل كاما ال column index اول حاجة اريد ارجعها ال last name موجودة في ال column الثاني ال column الاول هو ال column اللي فيه ال id وال column التاني اللي فيه ال last name يبقى حكتب to lookup range يعني عايزة exact or approximate في الحالة دي برضو exact double click على false ونقفل وندوس enter اعمال لي اول عمود عايز بعد كده اسحب اليمين خد بالك بقى لو جيت اسحب اليمين ايه اللي هيحصل هيكرر نفس المعادلة بالزبط طب نعمل ايه عشان نحل المشكلة دي خد بالك انا لازم اخش بقى بقى باداية جوال formula bar واروح اغير لي اتنين دي واخليها تلاتة وبعد كده اعمل enter حيغير لي هنا جاب لي تاريخ الميلاد وبعد كده اعمل كده كل مرة كلها ما اسحب لازم اعمل كده دي طريقة طبعا طريقة مش لطيفة قوي او ممكن اعمل undo مرتين وارجع المعادلة اللونية خالص وبدل ما انا مختار اتنين هروح اختار السل اللي اسمها L2 انا كاتب فيها رقم اتنين وكاتب تسلسل ده انا عايزه بتاع كل الكولومز اتنين تاتة اربعة خمس ستة فكده اخترت L2 على طول لو دوست انتر كده خلاص فهم انا عايز الكولوم الثاني الوقتي ممكن اسحب المعادلة لغاية الآخر لغاية ثمانية بس ممكن اختار انتر اي البلاس دي fill without formatting عشان ما غيريش الفورمات بتاع التواريخ اللي كان ما تزبط تعالا بقى نجرب نفس الكلام في ال xlookup equal xl وبعد كده tab اول حاجة طالب مني lookup value وحاختار الري كلها عشان يسبل كما بعد كده عايز ال lookup array ال lookup array هتكون العمود اللي موجود في ال staff id وبعد كده كما وبعد كده عايز مني ال lookup array تعالا بقى نختار الري كلها عايز ارجع بقى الصف بالكامل فحاختار الدنيا دي كلها وطبعا default exact match فحاقفر القوس ودوس انتر شوف ايه اللي حصل عمل سبل تحت برضو حاجة غريبة جدا رغم ان انا ايه اللي من فضلك انا عايزك تترجع الصف بالكامل ومع ذلك لما اخترت ال lookup value عبارة عن array كامل وجيت ارجع return array برضو array فيها صفوف واعمدها ما عملش سبل الى التحت بس عمل سبل للكولوم بس طب تعالا نغير تعالا هنا على المعادلة الاوانية وبعد كده انا مختار ال lookup value عبارة عن array خليها value بس اختار اول value بس وندوس انتر بص عمل ايه عمل سبل للجنب واعتقد دي احسن يعني دي افياد لي لو عمل سبل الجنب وجاب لي الصف بالكامل ده بالنسبة لي احسن بكتير كده ممكن بقى اعمل copy down بس في الحالة دي خد بالك بقى في الحالة دي لازم اثبت الرنجات بتاعتي فهقف على اختار اول حاجة lookup array وادوس F4 عشان اثبت الرنج ده وreturn array نفس الكلام ادوس F4 عشان اثبتها وادوس enter ممكن بقى في الحالة دي عادي جدا اخد copy لغاية تحت فهيسبل الجنب يبقى هنا برضو عمل سبل بس استخدمت سبل تحت وهنا عمل سبل يعني عمل سبل هنا برضو استخدمت سبل بس خليته يعمل سبل للجنب وبردو عايزك تقول لي لو انت عندك الطريقتين الاسهل لك تشتغل بمين فيهم اللي بعده هنتكلم عن approximate match او تطابق التقريبي وتعال نشوف المثال زي ما انت شايف دي الكميات من zero لحد 5000 تفترض مثلا ان ده كميات بتاعة الأوردرز لو الأوردر من zero ل 500 ما فيش discount لو الأوردر من 500 ل 2000 discount 5% لو الأوردر من 2000 ل 5000 discount 10% لو الأوردر من 5000 وانت طالع يبقى discount 15% وعندي هنا بقى كميات مباعة او كميات اللي جاة في الأوردر وعايز اشوف كل كمية من دول تقع في انهو range من range ده بالفيديو كاب سهلة جدا بتتعمل بال approximate match تعال نجرب مع بعض equals VL tab look of value تاني نختار الثلاثة مع بعض ما فيش مشكلة طرعت سهلة وظريفة كما ال table array هختار two columns مع بعض خد بالك انا عايز اسرش على المية وال 1800 و 1500 من وسط ال quantities فالقوانتي على الشمال ما عندكش اي مشكلة وبعد كده نعمل كاما عايز ال column index عايز اطلع الرقم اتنين وبعد كده look up range المرة دي بقى هختار true او زي ما قلنا هيا default فممكن نقفل ودوس على enter وتعالى نشوف عامل ايه مع بعض المية اقل من 500 فجاب لك الزيرو ال 1800 اقل من ال 2000 فراح على discount على 500 جاب لك الخمسة في المية 3500 اقل من 5000 فجاب لك 10% discount ما عندكش مشاكل خالص طيب XLOOKUP هنعملها ازاي نفس الطريقة equals XL tab اول حاجة look up value هختار الثلاثة مع بعض هنديله array على بعضيها وبعد كده كاما ال look up array عايز اختار من وسط ال quantity او ابحث جوه ال quantity return array عايز ارجع لي discount هيكون كام ونعمل كاما في برضو if not found اهرب منها اروح بقى على match mode عندك حاجة اسمها next smaller اخد بالك ده لانا اطلبه next smaller نفس اللي حصل هنا لا يعني المية عايزها zero discount لانها قال لي من 500 ال 1800 قال لي من 2000 فعايز الخمسة في المية انت التلف و 500 قال لي من 5000 فعايز العشرة في المية يبقى انا هختار minus one او next smaller اقفل القوس وادوس على enter اندك نفس النتيجة بالزبط يبقى كده اشتغله مع بعض تعال بقى نجرب حاجة تانية ونشوف لو جبت بقى انا عايز next larger ده الطلب التاني VLOOKUP مش ممكن تعمله لك مش موجود في VLOOKUP ما فيش هاسمها لو سمحت روح تهاتي القيمة بمعنى ايه لو انا عايز quantity 100 هي اكبر من zero فيروح يجيب لي 5% لو quantity 1800 معاك هي اكبر من 500 فيجيب لي العشرة في المية بدل الخمسة في المية لو حاولت اعمل كده بالVLOOKUP مش هتحصل بس بالXLOOKUP ممكن تحصل تعال اخد نفس المعادلة بالزبط انا هاخد copy و paste منها كده نسرقها ctrl V وبس غير هنا تعال بص على دول عشان تبقى في نفس المكان وبعدين مكان ال-1 دي تعال نشيل ال-1 ونشوف فيه اختيارات ايه تانية exact مش عايزين exact minus 1 دي يعني next smaller اللي راهها ايه اللي راهها 1 يعني next larger double click ودوس enter الزيرو وبقت 5 والخمسة بقت 10 و 10 بقت 15 يبقى هو عمل بعد كده next larger ثلاثة و نص اكبر من الالفين فجاب لي discount بتاع الخمس تلاف يبقى انت ممكن تعمل next larger عن طريق XLOOKUP او next smaller وده default او ده المعروف ده الحاجة نحن نعملها باستمرار الفيلوكوب ما عندك شرحالة واحدة بس اللي هي next smaller تعال نشوف بعد كده استخدام ال-Wild Card يعني ايه Wild Card قلنا الاستريك او علامة الاستفهام لما تكون عايز ادور على حاجة بجزء من التاكس يعني مثلا في المثال ده انا عايز ادور على اي اسم جوه ال-Last Names يبدأ بحرف ال-A او حرف ال-M او حرف ال-R اعمل كده ازاي مرة عن طريق VLOOKUP تعال نجرب مع بعض حبدأ اكتب equal وبعدين VL اول حاجة ال-LOOKUP Value تعال نختار ال-K5 الاول لوحدها بس مش هينف اختارها لوحدها انا عايز اقول له لما يكون يبدأ بس بحرف ال-A عشان اقول له عايز حرف ال-A وبعد كده اعاد من الحروف بحتاج اعملها CONCATENATE يعني استخدم علامة ال-AND دي معناها CONCATENATE وبعدين احط بعديها بعد كده between double code احط له ال-Asteric لما اعمل الشكل ده كده كله على بعضه كإني بقول له لو سمحت انا عايز تدورلي على حاجة تكون تبدأ بحرف ال-A وراها اي عدد من الحروف طب خد بالك انا ممكن اختار K5 لوحدها وممكن لو سحبت دي كمان لتحت اختار من اول K5 لحد K7 عشان يحصل ال-SPIL لوحده كل ده على بعضه الحتة دي كلها على بعض هي في اخيرها خالص ممكن اعمل كاما عشان ابدأ اختار ال-Table Array ال-Table Array انا هدور فين انا هدور جوه ال-Last Name فممكن اختار ال-Column بتاع ال-Last Name لوحده ما عنديش اي مشكلة خالص ممكن اعمل كاما وبعد كده هيطلب مني ال-Column Index انا مختار كوم واحد فاكيد عايز يرجع من نفس ال-Column فهدوس على واحد وبعد كده ممكن برده اختار false as an exact match double click على false وقفل ودوس enter فعلا نرجع لك اول واحد اسمه عاطف يعني بيبدأ بحرف ال-E مرسي يبدأ بحرف ال-M وراغب يبدأ بحرف ال-R تعاني اعمل نفس الكلام ده بس باستخدام XL نفس الكلام بالزبط عايز ال-LOOKUP Value هاختار التلاتة مع بعض لازم بعد كده اعمل CONCATENATE نفس اللي عملنا بالزبط double quote وبعدين جواها AST واقفل double quote وبعدين كاما محتاج ال-LOOKUP Array نفس الكلام هاختار بالزبط نفس الكلام اللي اختارت المرة اللي فاتت وبعد كده ممكن اقفل الطلب اللي بعد كده عايز ال-Return Array هو هو نفس الكلام هاختاره مرة تانية وبعد كده هاقفل بعد كده اعمل كاما عشان نفوت وعايز بعد كده ال-MATCH MODE خد بالك بقى في الحالة دي عندك exact وعندك approximate لها طريقتين لكن لازم اختار ال-Wild Card اللي هي نمرة اتنين يبقى هنا في الحالة دي لو استخدم والد كارد مع ال-XLOOKUP لازم اختار رقم اتنين لها اختيار خاص بها بتاع ال-Wild Card وبعد كده ممكن اقفل وادوس على ENTER جاب لي نفس النتيجة عاطف ومرسي وراغب وبجد بقى بأمانة هم اسألك هو المرة دي ال-VLOOKUP احسن او-XLOOKUP انا بصراحة هنا رأيي ان ال-VLOOKUP اسهل محتاجتش احط رمز معين ال-Wild Card استخدمت العادي اللي باستخدمه مع ال-Exact Match تعالوا بعد كده نشوف موضوع النوت فاوند لو القيمة مش موجودة ده نفس المثال بالزبط اللي عملناه في الاول بتاع ال-Exact فحكت بها نفس المعادلة بالزبط انا سرقتها قردي هخش على قيدة مود كنترول V ودوس انتر تمام جاب لي الاسم الاول والتاني والتالت ملقهوش اسمه NA عشان تغلب على ال-NA دي بنعمل ايه في ال-VLOOKUP زي ما انت شايف انا شغير على دينامك الري الصف الثاني والتالت مقدرش او السطر الثاني والتالت هنا زي ما انت شايف المعادلة معمولة بال-Grey لو عايز اغير اي حاجة لازم اغيرها في الجزء الاول او في الصف الاول فعشان تغلب على الحكاية دي في معادلة زريفة جدا بكتبها بالمعادلة فيلوكوب اسمها FNA خد بالك فيه ناس بتعمل F-Error مش غلط لكن FNA مزتها ان هي تحديدا معمولة لل-Error بتاع NA وNA مع فيلوكوب معناها انه ملقاش السيرش راحك بتدور عليه لو عملتنه F-Error لو فيه Error تاني يبقى برضو هيغطي عليه يبقى الافضل اشتغل ب-FNA هعمل قامة في الاخر طبعا FNA عايز Value ال-Value هي معدة فيلوكوب كلها و-Value FNA يعني لو فيه حالة الر نعمل ايه في الحالة دي ممكن نعمل Double Coat Double Coat معنا كده اسبها لي فضية او ممكن ندي ميسج زي مثلا Not Found جوه Double Coat وندوس على Enter اداني هنا Not Found تعالا نشوف بقى بالنسبة ل-Ex2Cup اللي بيحصل انا برضو غشيت المعادلة من الشيط الاوانية ودخلت على Edit Mode Ctrl V و-Enter نفس الحكاية اداني في الآخر عشان اصلحها لازم اروح على المعادلة اللي موجودة في L11 لان هي دي مكان المعادلة بس خد بالك بقى XLOOKUP لو دخلت جوه المعادلة نفسها بعد Return Array لو عملت كاما بيقول لي اعمل ايه في Not Found هي Optional ولكن اقدر اعملها من غير معادلة تانية ممكن انا اكتب هنا اعمل Double Coat واكتب اقول له والله Not Found اذا جود ميسج اكتبها لي Between Double Coat ودوس Enter يبقى انا هنا وصلت لنفس النتيجة هنا من جوه نفس معادلة XLOOKUP وهنا اطلقت تزود معادلة جديدة اسمها معادلة FNA وللمرة السادسة او السبعة بسألكو رأيكو مين احسن الاتنين بيدوك نفس الحلول في اوقات كتيرة هتشتغل بمين فيهم اخر حاجة بقى عايز ارجعك لموضوع Wild Card T فاكر المثال ده لسه عمين مع بعض وجبنا الناس تبدأ بحرف A او M او R وشوفنا زي ممكن نعملها مرة VLOOKUP ومرة XLOOKUP لكن افرد انا وانا بدور جوه VLOOKUP دلوقتي وقلت له عايز الناس اللي بحرف A خد بالك ينطبق على الاسم ده اللي اسمه عاطف وينطبق كمان على الاسم اللي اسمه احمد ولو دورت على حرف الام هتلاقي بينطبق على مرسي تاني اسم موجود تعالى نديلون مختلف منطبق كمان على محمود وينطبق على مرسي تاني وينطبق على محسن وينطبق على محمد كل دي ناس ينطبق عليها موضوع ان يتبدأ بحرف الام وتعالى بالنسبة للار ينطبق على اربع اسامي بالصدفة العجيبة اللي اربع اسموهم راغب فمش هتفرق اذا كان اي واحد فيهم لكن الاربع بينطبق عليهم نفس الكريتيريا ان هم يبدأوا بحرف الار طيب ايه اللي حصل هنا لما جيه دور جاب لي اول اسم بالنسبة للحرف الايه جاب لي عاطف واحمد جاب لي الاسم الاول وتوقف على كده حرف الام راح عليها اول حاجة مرسي فجاب لي اسم مرسي نفس الكلام ار جاب لي اول راغب لقاها قدامه وبعاك اسمهم كلهم راغب مش مشكلة طب افرد انا عايزه يبدأ بالعكس مش عايزه يبدأ من فوق عايزه يبدأ من تحت يعني لما اقول له عاطف يبدأ من تحت فيجيب لي احمد الاول لما اقول له ام ما يبدأش من فوق يبدأ من تحت فيجيب لي محمد مكان مرسي طبعا ار سيجيب لي نفس النتيجة لان فيه ار فوق وفيه راغب فوق وراغب تحت هل ده ممكن بالفي لوكاب احب اقول الحركة انه للأسف الشديد ده غير ممكن عن طريق الفي لوكاب ولكن ممكن اعمله عن طريق الاكس لوكاب وتعال نشوف ازاي كل انا هعمله هاخد copy من نفس المعادلة بدل ما اكتمل له جديد وفي ال edit mode هنا control V عشان اعمل لها paste وتعال نقرب شوية جوة formula bar ونشوف كده ال arguments الموجودة معانا انا عندي هنا match mode زي ما اتفقنا عملنا 2 معنا كده wild card في بعد كده حاجة اسمها search mode لو عملت كاما هيقولي عايز بقى first to last first to last ده default اللي هو واحد ممكن انا اغيره وخليه search last to first او يبدأ بشكل عكسي ساعتها محتاج اكتب minus one وادوس على enter تعال بص النتيجة النهائية اللي حصل ايه جاب لي احمد مكان عاطف ومحمد مكان مرسي وزي ما اتفقنا راغب هيتكرر في المرتين يبقى عن طريق ال x look up ممكن ابدأ من تحت لفوق عن طريق V look up مقدرش ابدأ غير بس من فوق لتحت اعتقد الكيس دي مفيش فيها كلام مش حادر اسألك مين فيهم احسن لان اساسا البحث العكسي غير موجود في V look up بالمرة وبكده نكون وصلنا نهاية الفيديو متنساش تعمل لايك الفيديو لو عجبك وتشترك في القناة وتسيب لي تعليق وهتلاقي لينكات هنا لبعض السلاسل الاخرى والفيديوهات المهمة ممكن تستخدمها عشان تاخد فكرة عن محتويات القناة مستميل الفيديو الجاي ان شاء الله وشكرا جدا لوقتكو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة